في حاجة كمان يعني مش مش العجباني مش عايزين نتدخل فيها احنا نسيب الناس تشتغل احنا بلدنا بلد الميت مليون مدير فني في انتقادات بتوجه ليه ميستر فريرة دي رؤيته الفنية طالما بيكسب انا عايز منه ايه ما المشام مطلقه لك مبارح لك ايه اول 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 مبارح لك جماعة الراجب بيكسب دي نمرة واحد نمرة اتنين انا مش هتدخل انا مش هتدخل في اي حاجة خاصة بالنحة الفنية انا بفهمش في نحة الفنية في ناس فنيين بيشتغلوا اليوم ما يحصل فيه اي حاجة مشكلة للفريق اي حاجة بنجيب الراجل وبنتكلم عليه اذا كان المشام مطلقه نفسه بيقول هذا الكلام قال هذا الكلام بيأكد ان هناك دعم كبير جدا لفريرة وهو صاحب القرار الوحيد والحق الوحيد فيه انه يحط التشكيل يغير يدير المباراة ازاي لكن في الاخر راجب بيكسب فمش مطلوب من نقطة من كده ما نبقاش بقى ايه اصل الاداء اصل مش عارف ايه يا جماعة احنا في باللعب فرق احنا باللعبش سوري في التعبير الكراسي احنا باللعب فرق وفرق محترمة يا جماعة احنا كذبين برامتز برامتز اقوى اسكواد موجود فيك يا مصر دلوقت انا بكلمكم بجد من اقوى الفرق الموجودة انت كذبانها البنك الاهل مع تغيير الجاز الفني الجديد وعمل مطش هايل ربنا كرمنا في اخر ثانية بتتكلم في حاجات كتيرة جدا جدا لابد ان احنا نقتنع بشغل الراجل ونقتنع بالموجود المفزول من ادارة ومن امير المرتضى ومن الجاز الفني ومن اللعيبة